أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالة استعداد الوزارة للتواصل مع وزارة التعليم العالي لبلورة جهود مشتركة لاحتواء ظاهرة الشهادات الوهمية وأوضح الجارالة أن هناك اتصالا مباشرا مع السفارات المعنية يتعلق في هذا الإطار بالإضافة إلى التنسيق مع السفارات الكويتية في الخارج في الدول المعنية وكانت وزارة التعليم العالي قد أحالت خلال الأشهر الماضية مجموعة من الشهادات المشتبه في تزويرها إلى النيابة العامة وسط تأكيد الوزارة على متابعتها الحثيثة والدعوبة لاجتثاث تلك الظاهرة وكشف حالتها